هناك تساؤل على صفحة البرنامج على الفيسبوك من السيدة أم مريم تقول ما هي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهور الأخيرة وأيضا الشقة الآخر من السؤال أيضا ما هي عدة الزوجة الحامل التي طلقها زوجها في أواخر شهر الحامل الحامل في كل الحالات عدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت أرمالة أم مطلقة الأرمالة بقى بيضاف إليها بس فترة ما بعد الحمل عشان بس يعني إيه استبراء الرحم استبراء الرحم وصيانة لها وحفظا لحقوقها فدي أربعة أشهر وعشراء نعم اللي هي بنسبة الأرمالة أربعة أشهر وعشر أما المطلقة خلاص عدتها انتهت بمجرد وضع الحمل حتى لو طلقت تنبرح ووضعت النهاردة طيب العدة انتهت العدة انتهت ولا وليس نكت ثلاثة قروق مثلا بعد الوضع العبرة من القروق هو إيه هو استبراء الرحم ولا الرحم بريء الآن بالوضع أخذ بالك مسألة برضو المتوفى عنها زوجها مسألة مختلفة فيها منهم من قال عدتها تنتهي بوضع الحمل زي هذه المطلقة بالزبط ومنهم من قال لأن وضعها مختلف لأنها صاحبة حق لأنها مات عنها زوجها فلا حقوق خاصة بالمراس وحقوق خاصة بجزاء فتنتظر عدة المتوفى عنها زوجها وتبقى في بيتها حتى انقضاء العدة بشكل كامل أعتقد الإجابة واضحة وخاصة إذا كانت مطلقة المطلقة بعد زبوع وضعت الحمل خلاص انتهت عدتها لكن ألا تنتظر فترة النفس ليه؟ أنا أسأل يعني تنتظر ليه؟ عشان الزواج يعني؟ عشان الزواج لا تصلح للزواج في هذه الفترة لكن ممكن يتقدم لها الخطاب بعد الولادة في هذه الفترة فترة النفس نعم تقدم لها الخطاب يخطبوها وبعد 40 يوم يتجوز مش مشكلة يعني طيب السؤال يفرض نفسه برضو فضية الشيخ وأرجو بس المنتظر ينتظرنا قليلا طب إذا طلقت امرأة طلقة واحدة أو الطلقة الثانية أو خلافه وفي فترة العدة هل ممكن أن يتقدم لها الخطاب؟ لا حرام حرام نعم لا يجوز ولا حتى بالمواعدة طول فترة العدة عدة الوفاء أو عدة التلق يقول لها أنا منتظرك مسلا بعد أن يتلقى ولا المواعدة ولا حتى شيء نعم جزاك الله كل خير فضيل الشيخ